أولا تطلع العلاقات العراقية الإيطالية إلى عهد قديم وعهد قديم جدا من ثلاثينات القرن الملقضي بأن هذه العلاقة دخلت في أوجها منذ بداية عام 1932 حينما تم تعيين مزاحم الباشاتي مندوبا أو سفيرا قنصلا ممثلا على العراق هناك انقطعت العلقة والعلاقات بين العراق وإيطاليا تسنم بينتو موسيليني الذي قاد حرب الحلفاء جنبا إلى جنب مع فهرر ألمانيا أودلاف هتلر وعادت بعد انكسار دول الحلفاء المحور إزاع الحلفاء في عام 1945 وعادت العلاقة إلى سالف أهدها إيطاليا دولة صناعية كما تعلمين ودولة تطلع بدور صناعي كبير ولديها خبرة أيضا في بناء الطرق ومد الجسور وصناعة السيارات وصناعات الحديد والصلب فضلا عن الصناعات التحويلية خصوصا في مجال تكرير النفط والغاز وغيرها لذلك العراق أيضا يريد أن يقوم بتوأمة على صعيد مستوى التعليم العالي وعلى مستوى قطاع الابتدائي وحتى على مستوى تبادل خبرات الصناعية في إعادة افتتاح كثير من المصانع يشتهر المطبخ العراقي بتأثره بالأدوات الإيطالية فضلا عن ذلك بعض الصناعات أيضا القديمة لدينا كانت شركة سيات وشركة فيات وشركات إيطالية أخرى كانت تحظى بثقة المستهلك العراقي يعني كانت حتى قبل الصناعة اليابانية كانت هناك الصناعة الإيطالية لذلك أعتقد أن زيارة رئيسة الوزراء لهذا اليوم إنما هي حالة بعث للعلاقات المندثرة نوعا ما لأكثر من مئة عام من قضية أو أقل من مئة عام من قضية في هذا الظرف والعراق السيما وإن العراق في زمن السيد السوداني يتطلع لفتح آفاق مع دول غربية ومدعو مع دول عربية ومع المحيطة الدولية والمجتمع الدولي لفتح هذه الآفاق بطريقة أكثر انفتاحا تضمن الأريحية بما يضمن الندية والسيادة المتبادلة بين الجانبين سواء كان الجانب العراقي أو حتى الجانب الإيطالي نعم دكتور يعني إيطاليا رئيسة حلف الناتو دائما ما تشير زيارة مسؤوليها للعراق إلى دعم دول الناتو للمنظومة العسكرية والأمنية العراقية كيف يمكن أن يستغل العراق هذا الدعم في ترسيخ الاستقرار الأمني لو تلاحظين يعني الاتحاد الأوروبي يعني من قبل وحتى قبل حلف الناتو يعني مد جسور التعاون سواء كان التدريب التسليح التجهيز التطوير للقوات العراقية قوات الأمن العراقية بشقيها التعبو الميداني والاستخبار الفني على حد سواء وقاموا بتدريبات وإدخال بضع آلاف من الجنود والضباط والمنتسبين بدورات لرفع مستوى القتالي للقاتل العراقي سواء كان مقاتل على نحو الجندية أو مقاتل على نحو رفع المستوى الفني لدى الأجزاء الاستخبارية العاملة لذلك أعتقد أن من الممكن وأن المستحسن بمكان أن تكون هذه الجهوزية بمستوى يليق بسمعة العراق ابتداء لذلك أعتقد أن الجنب الأمنية إيطاليا تشتهر بصناع الأسلحة ذات البعد الثاني ومن دبابات ومن ضروع ومن أسلحة متوسطة ومن حتى أسلحة خفيفة لذلك تكاد تكون هي الأسرع في صناعة العتاد الخفيف والعتاد الخفيف هو الذي نحتاجه في الحقب المنقضية من مقارعة لأعتى تنظيم إرهابي كاد أن يضرب المنطقة برمتها لذلك كنا نحتاج إلى أسلحة تنفع في ما يتعلق بحرب المباني المشيدة وحرب الكر والفر وحرب المدن وحرب الأصابات التي اشتاحت العراق ببان عام 2010 وما تلاها ترجمة نانسي قنقر